نحن نروح لأهلي الشيخ زايد والزميل مينة ماهر فضل أمينة تحياتي ليك كابتن أيمان وتحياتي لديوفا الكرام وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يمكن لا صوت يعلو فوق مباراة الكمة الحقيقية بين فريق بطل أفريقيا فريق النادي الأهلي وأيضا فريق البافاري بطل أوروبا بايرن ميونيخ يمكن نحن على أعتاب يعني مباراة قوية جدا مباراة يجعلنا كلنا فخرين بأننا بنشجع النادي الأهلي يمكن في حديثي مع الأعضاء اللي كانوا موجودين في مقر النادي الأهلي يعني منذ الساعات مستعدين للمباراة كله كان متوقع فوز النادي الأهلي رغم الأسماء اللي احنا كلنا عارفينها في الفريق البافاري ورغم إمكانيات الفريق البافاري لكن كل الأعضاء ويمكن كل الناس والمصريين كمان بيشجعوا النادي الأهلي واثقين في قوة والروح الفريق النادي الأهلي يمكن كمان في طريقي لمقر النادي الأهلي بالشيخ زاي كان فيه كمان العربيات والأعلام يعني أجواء احتفالية يا رب يا رب ان شاء الله الناصر النادي الأهلي ممثل أفريقيا والعرب وان شاء الله كلنا ثقة في فريق النادي الأهلي يمكن كمان بعد ما أعلن التشكيل كل الأعضاء كانوا بيكلموا عن التشكيل وطبعا يعني كل واحد يقول رأيه لكن كله كان ثقة كبيرة جدا فيه كوتش بيسو مسماني وكمان في الأعضاء كمان يعني يمكن شايفين ورايا يمكن زميليا عمر ممكن يورينا الأعضاء في مقار النادي الأهلي بالشيخ زايد كله في حماس دائم كله النفسه والنادي الأهلي النهاردة يفرحنا إن شاء الله ونقدر نوصل نقدم مبرقوية ونفوز على فريق البفاري وأيضا نوصل للنهائي كأس العالم دي كانت الكواليس هنا من مقار النادي الأهلي بالشيخ زايد لعودة لكم مرة أخرى في الستوديو شكرا جزيلا للزملاء العزاء سلام محمد ومحمد توفيق ومينة مهار كل توفيق للنادي الأهلي إن شاء الله